أهلا بكم إلى برنامج ملفات يجري أمين وعام حلف شمال الأطلسي في أنقرة محادثات مع المسؤولين الأتراك من أجل تنفيذ مقرارات قمة ويلز الأخيرة وتحديد دور تركيا في الحرب على داعش في وقت تبدو فيه عملية السلام التركية مع الأكراد مهددة مزيد من التفاصيل مع مراسلنا تمام عبد الحميد مشاركة تركيا في عمل بري ضد داعش أمر غير واقعي هكذا تقول أنقرة التي تشهد اجتماعات أمنية متواصلة لمواجهة الأزمة في كوباني وانعكساتها المتصعدة في الداخل وعلى الرغم من تعويل البعض على زيارة أمين عام حلف الناتو إلى أنقرة وإمكانية تأثيرها على الموقف التركي إلا أن تركيا قد تبدو رهينة مخاوفها على أمنها القومي ورغمتها في تقليم أضافر حزب العمال الكردستاني من جهة وتغيير النظام في سوريا من جهة أخرى في هذه الأثناء يؤكد الناتو التزامه بحماية تركيا كعضو مهم في الحلف الذي ينسق حاليا مع أنقرة كيفية تنفيذ مقررات قمة ويلز الأخيرة وتدابر الحرب على داعش إننا نعمل جنبا إلى جنب مع تركيا لمساعدة تركيا في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد ولقد سمعنا دعوات إقامة منطقة حضر جوي ومنطقة عازلة كما نوقشت في الاجتماعات مع وزير الخارجية لكنها لم تكن على طاولة مباحثات اليوم كما أن هذه القضية لا يناقشها الحلف الآن وفيما تسعى أنقرة لإقناع المجتمع الدولي لإقامة منطقة عازلة شمالية سوريا كملاذ آمن للاجئين السوريين تجري المعارضة السورية التي روجت للفكرة قبل أنقرة محادثات مع مجموعة أصدقاء سوريا التي سيعطي أي دعم تقدمه زخما دوليا لجهود إقامة تلك المنطقة المنطقة العازلة هو مطلب سوري في الأصل وليس مطلب تركي نريد توفير الأمن للسوريين المدنيين السوريين الذين يعانون من قصف النظام السوري ومن إرهابي وكذلك من إرهاب داعش الخطرين الأساسيين يأتيين من النظام ومن داعش بموازات ذلك وفي ظل رفض الأكراد إقامة منطقة عازلة تتصعد أعمال العنف والاحتجاجات الكردية في عدة مدن تركية للضغط على أنقرة وحملها على إنقاذ كوباني بالسماح بإمداد القوات الكردية هناك بالأسلحة والمعدات على الأقل وهو ما ترفضه تركيا التي تواجه منعطفا حادا في طريق السلام مع الأكراد تدرك تركيا جيدا أن التهديدات الكردية بنقل المعارك إلى داخل أراضيها ليست مجرد مناورة فالمظاهر المسلحة التي تشهدها بعض مدن الجنوب ذات الأغلبية الكردية تظهر حجم الخطر المحدق بأمنها لتتقاطع أهداف أنقرة الإقليمية هذه المرة مع رغباتها في الحفاظ على الاستقرار السياسي داخليا تمام عبد الحميد الغد العربي إسطنبول ولمتابعة هذا الموضوع أرحب من بيروت بضيفة سيدة هدى رزق الباحثة في علم الاجتماع السياسي كما أرحب بسيد سعيد عريقات مدير مكتب صحيفة القدس في واشنطن أهلا بكم ضيفين على برنامج ملفات أبدأ معك سيدة هدى بداية كيف تقرأين التطورات وتحديدا في عين العرب وتقيمين الضربات فعليا الجوية ومدى قدرتها على إضعاف داعش حتى الآن يبدو أن هذه الضربات الأمريكية لم تؤثر على الواقع العسكري في كوبانيا أي عين العرب لأن حسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي بأن هذه الضربات هي ضربات لوجستية وضربات تستهدف القوة العسكرية لداعش ولا تستهدف تخليص عين العرب من داعش فلذلك أعتقد بأن هذه الضربات لن تساعد عين العرب بالتخلص من داعش ولزال هناك طبعا مقاومة وهي مقاومة الأكراد لداعش أنتقل لك سيد سعيد من واشنطن في إطار هذه الضربات أو ما هو مطروح لمقاومة داعش المطروح من الجانب التركي الآن بقوة إقامة منطقة عازلة ولكن يبدو واضحا أن هناك اختلاف واضح بين قوى التحالف حول هذه المنطقة يعني هناك تحفظ من الولايات المتحدة ولكن هناك ترحيب من فرنسا لماذا هذا الخلاف؟ بكل تأكيد هناك خلاف الولايات المتحدة منذ البداية كانت تقف ضد فكرة أن يكون هناك منطقة حضر جوي وهذا ما كانت تسعى له تركيا منذ البداية والآن غيرت من موقفها وتقول منطقة عازلة بمعنى ملاذ آمن بمعنى حقيقة قدم أو بداية قدم للسيادة السورية على هذه المناطق علينا أن نتذكر أن هذه المدينة هي في الشمال في أقصى الشمال هي جزء من محافظة حلب تقع على ارتفاع عالي جدا لها موقف استراتيجي الولايات المتحدة اليوم تقول ليس لها استراتيجية عسكرية ولكن هذا الكلام غير صحيح إذن هناك رغبات أو أهداف متفاوتة ما بين التركيا من جهة وما بين التحالف من جهة أخرى التحالف يريد أن يصطاد كما يقولون أن يصطاد القيادة والسيطرة بمعنى قيادة التنظيم وتركيا تريد أن يكون هناك قوة دفع تعطيها الأولوية في التوجه ميدانيا وعسكريا في التوجه نحو عين العرب كي تسيطر عليها وكي حقيقة يصبح هناك شريط آمن تسيطر عليه تركيا وبالتالي تبدأ عملية القدم تجاه تقويض النظام السوري هذا ما ترغب به تركيا نعم أعود لك سيدة هدى فعليا لماذا هذا التباين بين قوى التحالف كما ذكرنا في هذه النقطة تحديدا من وجهة نظرك لأن الأستراتيجية الأمريكية هي بعيدة كل البعض عن الأستراتيجية التركية وهذه ليست المرة الأولى هناك خلافات ضمنية بين الأتراك والأمريكيين الأمريكيين يريدون قتال داعش كأولوية والأتراك يريدون مصلحهم في إسقاط النظام السوري أولا ومن ثم التفرغ لداعش إذا كان هناك مجال فإذا هناك خلاف في أستراتيجية بين الحلفاء تركيا ترى بأن هدفها الأساسي هو النظام السوري والهدف الأساسي هو إحداث صغرة ومنطقة عازلة ومنطقة حظر جوي في سوريا بينما الولايات المتحدة لم تفصح أولا عن سراتيجيتها ولكنها قالت فقط بأن هناك التحالف هو لقتال داعش وليس الآن لإسقاط النظام فإسقاط النظام ليس أولوية اليوم بالنسبة للأمريكيين نعم أعود لك سيد سعيد هل تركيا فعليا تطالب الولايات المتحدة بتعهدات واضحة للدخول في هذه الحرب أو في هذا التحالف تتمثل بإسقاط الأسد أولا تسليح المعارضة السورية الموافقة على إنشاء هذه المنطقة العازلة لتتدخل بعد ذلك بكل تأكيد وهي بعد ذلك أيضا فهي تريد أيضا تعهدات بالنسبة للاتفاقات الأكبر أي مع إيران بمعنى طبيعة الاتفاق الذي تستوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران فهناك تضارب في المصالح التركية الإيرانية وبالتالي تحاول تركيا أن تحصل على أكبر قدر من ترتيب وتضبيط مصالحها وسيطرتها على المنطقة حيث تعتبر نفسها ربما أنها المدافع الأول عن ما يسمى بالسنة في المنطقة أو بالجيب السني المحيط بالأقليات المعتبرة مناصرة لإيران فإذن هناك أهداف تركيا أوسع بكثير من مجرد عين العرب أو محاربة داعش فهم يرون أن في نهاية النظام أيضا سيكون هناك فراغ من سيملأ هذا الفراغ كيف ستتم التناقضات بين سوريا وحلفاء سوريا النظام وحلفائه من جهة سواء إيران أو حزب الله أو مؤازرة المعارضة المعتدلة التي سميها المعارضة المعتدلة من جهة أخرى وما علينا إلا أن ننظر إلى الصورة القائمة حاليا نرى أن القوات التركية حقيقة هي على بعد أمتار ليست بعيدة عن قوات داعش وقوات داعش هي قوات مجحفلة بمعنى هي ليست انتظامية ليس هناك قيادة وسيطرة هناك مجموعات صغيرة ربما لا تزيد عن أربعين كل مجموعات باللغة الإنجليزية تتقدم فبإمكان الأتراك الذين يراقبون ما يجري من الناحية العسكرية بإمكانهم التدخل ولكنهم يريدون أن يستخلصون الثمن الأكبر لمصلحتهم يعني إلى جانب هذه المخاوف التي تحدثت عنها سيد سعيد يعني سيدة هدى أيضا هل لتركيا حسابات أخرى مع الأكراد تحديدا؟ يعني تركيا بشكل أو بآخر لا تريد تقوية الأكراد لا تريد أن ترى أكراد على حدودها أو على الشريط الحدودي لا ننسى بأن تركيا قد فتحت محادثات منذ عام 2011 مع حزب العمال الكردستاني ومع ممثل حزب العمال الكردستاني في المسجوم في إميرلي في سجن إميرلي من أجل أن تقوم بمحادثات سلام بين الأتراك وبين الأكراد هذه المحادثات هذه الحرب التي عاشت في ظلها تركيا لمدة أربعين سنة فتريد تركيا إذن التخلص من هذه الحرب بإقامة محادثات سلام مع الأكراد داخل تركيا لذلك فهي لا تريد حكما ذاتيا كرديا هي طرحت على الأكراد في الداخل الكردي أن يكون هناك سلاما ولكن أن يكون هناك أن تعطي الأكراد بعد ما يطلبون به أي حق التعليم بلغتهم وحق أن يكون لهم إدارة ذاتية ولكن هذه الإدارة الذاتية فالنقل هي إدارة محلية تنطبق على كل تركيا وليس فقط على أكراد تركيا لذلك لا تريد أن ترى حكما ذاتيا كرديا خاصة اليوم في الربيع العربي على حدودها لأننا نعلم أن هناك في العراق حكما ذاتيا واليوم العراقيين أيضا يطالبون الأكراد في العراق يطالبون باستقلال هذا ما سهدناه أثناء الانتخابات التي حدثت في الإقليم العراقي فلذلك أكراد سوريا اليوم مع تفتت الوضع في سوريا يطالبون أيضا الاستقلال الذاتي هذا الاستقلال الذاتي ربما سينسحب على أكراد تركيا وهذا ما لا تريده تركيا أبدا أدريني عن المقاطعة نعم سيدة هدى في ظل هذه المخاوف من الأكراد من قبل تركيا ولكن تركيا إلى أي مدى ستكون قادرة على تحمل الضغط الداخلي التركي للتحرك تجاه أكراد عين العرب لا أعتقد بأنها اليوم تريد التحرك منفردة إلى أكراد عين العرب لأن يبدو أنه ليس هناك موافقة أمريكية ولا حتى موافقة من الأطلسي على تدخل تركي في عين العرب لذلك أعتقد بأنه لن يكون هناك تدخل تركيا طالما ليس هناك موافقة أمريكية أو حتى موافقة من الأطلسي شكرا جزيلا لك سيدة هدى رزق الباحث في علم الاجتماع السياسي من بيروت على هذه المشاركة يبقى معنا سيد سعيد عرقات من واشنطن سيد سعيد إلى أي مدى تركيا يمكن أن تبقى إذا صح التعبير صامدة أمام هذه الضغوط الدولية على الأقل الظاهرة في العلن للتدخل أو لأن تكون جزءا من هذا التحالف تركيا ليست على عجلة على الإطلاق تركيا تعلي تماما أنها الدولة الأكبر والأقوى ليس فقط عسكريا فهي القوة الثانية في حلف الناتو ولكن أيضا اقتصاديا وبالناحية الهيمنة والوزن والثقل والاعتماد فهي ترى أن هناك الآن ربما فرصة ذهبية للتخلص من الخطر التركي كما كانت تتحدث ضيفتك من بيروت فتركيا تعلم تماما أن العلاقة ما بين مواطنين عين العرب أو كوباني والنظام السوري علاقة حميمة وقوية النظام استطاع أن يشكل قوات لجان الحماية الشعبية بأسلحة من النظام استطاع أن يدحر قوات المعارضة السورية في السابق والآن كان يسيطر عليها حتى أسبوع أو أسبوعين بالنسبة لتركيا هناك مصطحة عسكرية وستراتيجية بأن تستمر داعش على الأقل بممارسة الضغوطات ليس فقط من الناحية السياسية ولكن من الناحية العسكرية لتبدد القوات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي طالما وحاربته تركيا عبر سنوات وبالتالي أيضا تقود الامتدادات لهذا الاتجاه الكردي في الداخل التركي طيب عندما نتحدث سيد سعيد بأن المطروح الآن من تركيا هو مفهوم أو موضوع المنطقة العازلة إذا أردنا أن نتحدث أو نحدد أو نوضح إذا صح تعبيري مفهوم هذه المنطقة يعني كيف نفسرها أولا هناك عدة تعريفات للمناطق العازلة ممكن أن نستشهد بالجنوب اللبناني على سبيل المثال فهناك منطقة عازلة أو ما يسموها دي أم زي أي منطقة منزوعة السلاح وهي حقيقة أو ما يسمى بنومانز لاند الأرض التي لا يمتلكها أحد أما المنطقة التي تتحدث عنها تركيا فهي عبارة عن منطقة ملاذ آمن بمعنى أن يتواجد فيها السكان أن يتواجد فيها الذين هجروا سوريا اللاجئين الموجودين حيث يقوم بتدريبهم وتسليحهم وتشكيل نقاط انطلاق عسكري لهم هذا ما ترغبه تركيا لذلك تصر على منطقة بوفر زون كنا في السابق نتحدث عن منطقة نوفلاي زون أي منطقة الحضر الجوي وعادة تفرض مناطق الحضر الجوي كي لا يتمكن العدو من استخدام قدراته الطيرانية أو الطيران الحربي وكلنا نعرف أنه ليس لداعش قوات حربية ولا قوات مجوقلة ليس لديها مروحيات تنقل بها جنودها والآخرين فإذن فكرة الحضر الجوي ليست مجرودة وليست مطروحة ولم تعد مطروحة من قبل تركيا الهدف بالأساس سواء من منطقة الحضر الجوي أو من منطقة الملاذ الآمن هو حقيقة تقويد السيادة السورية أو سيادة النظام على كافة الجغرافية السورية شيئا فشيئا إلى حين سقوطه هل هناك فرق عندما نتحدث عن منطقة آمنة أو منطقة عازلة يعني ما كانت تطالب به تركيا منطقة عازلة ولكن الآن الحديث في الأوساط التركية عن منطقة آمنة ما الفرق بين المنطقتين وهل هي بحاجة لقرار من مجلس الأمن أم هي فقط ربما بتوافق من قبل قوات التحالف أنا أعتقد أنه سيكون هناك أو ستطالب روسيا على الأقل بأنه في حالة انتخاذ قرار من ذلك يجب أن يتدخل مجلس الأمن وبمعنى ذلك أنه سيكون هناك فيتروسيا الفرق كبير جدا بين المنطقة العازلة والملاد الآمن المنطقة العازلة هي منطقة منزوعة السلاح ليس فيها لا من هذه القوات ولا من تلك المنطقة الملاد الآمن هي حقيقة منطقة توفر للمعارضة السورية من مجهة النظر التركية توفر للمعارضة السورية مكان للتجمع والحماية تكون محمية من قبل الطيران التركي أو ربما طيران النيتو أو طيران الأمريكي يكون هناك مناطق للتدريب والتسليح مناطق لاختخزين الأسلحة المناد الآمن يقتنف تماما عن المنطقة العازلة وربما هي ليست بحاجة لموافقة من مجلس الأمن يعني على غرار المنطقة العازلة يعني المنطقة الآمنة لا تحتاج لقران من مجلس الأمن هكذا تعتقد تركيا ولكن أنا في تقديري في حال بدقاش هذه القضية وهو ما يناقشه الجنرال آلن الجنرال آلن كان اليوم موجود في تركيا وأعتقد أنه ناقش هذه القضايا برمتها مع نظرائها وبعلى الأقل مع رئيس الوزراء أحمد دهود أغلو ولكن تعتقد تركيا أنها لا تحتاج إلى قرار مجلس الأمن أنا أؤكد لك أنه لن يتم ذلك لأن هناك صراع قوي في المنطقة بين قوى إقلايمية قوية تقودها من جهة إيران وتقودها من جهة ثانية تركيا ولن تسمح روسيا وهي الحليف الأول للنظام السوري لن تسمح بأن يكون هناك ملاذ آمن دون الذهاب إلى المتحدة ودون الذهاب إلى مجلس الأمن شكرا جزيلا لك سيد سعيد عريقات مدير مكتب صحيفة القدس من واشنطن على كل هذه المعلومات إذا نشرتنا متواصلة من الغد العربي من لندن أو ملفاتنا متواصلة ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر